موسيقى أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من ياما الشباب مساء الخير صفا مساء الخير الشام والبداية بالعناوين تجيل التوقيع على اتفاق الرياض على خلفية التسعيد في سقطرة من قبل مولين للانتقالي والإمارات موسيقى الجيش الوطني ينتشر في مدينة أحور بمحافظة أبيان ومصرع وإصابة 23 حوثيا في معارك شمال الضالة موسيقى لجنة مدنية من صنعات صلو تاعز لبحث تخفيف الحصار والرئاسة والتحالف واصلان للعام الخامس خذلان أكبر محافظة ساندة الشرعية موسيقى أهلا بكم كشفت مصادر رسمية عن تأجيل التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والانتقالي الذي كان مقررا اليوم الخميس نعم قالت وكالة الأنضون نقلا عن مصدر مقرب لم تحدد اسمه وأنه تأجل التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي على خلفية التصعيد الأخير في سقطرة ومواجهة اليوم في محافظة أبيان نعم وكان نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي أعلن في وقت سابق أن مراسيم التوقيع على اتفاق الرياض ستتم اليوم في حفل رسمي بحضور قيادات كبيرة قالت مصادر محلية في العاصمة الموقعة عدن أن ميليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات استحدثت حواجز تفتيش جديدة في المدينة نعم وأكدت وأشارت إلى أن الحواجز موزعة على مختلف المديريات وفي مقدمتها كريتر والبريقة حيث كثفت الميليشيا من قواتها المنتشرة هناك والمدعومة بعربات مدرعة وإلى ذلك انتشرت قوات الجيش الوطني في نطاق جغرافي واسع بين مديريتي أحور وشفرة في محافظة أبيان وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الجيش انتشرت في مركز مدينة أحور الساحلية وعززت تواجدها العسكرية على طول الطريق الساحلي المؤدي إلى منطقة شقرة عقب انسحاب عناصر ميليشيا الانتقالي المدعوم من الإمارات جاء ذلك عقب مواجهات غرب مدينة أحور ظهر اليوم الخميس وصيب فيها أربعة من عناصر الانتقالي وثلاثة من جنود الجيش الوطني وجاءت المواجهات عقب كمين نصبته عناصر من الحزام الأمني لقوة عسكرية من الجيش في منطقة حناذ كانت في طريقها لمدينة أحور قادمة من شقرة لمرافقة قوة أخرى قادمة من محافظة شبور وتزمنت المواجهات في أبيان مع تصعيد إماراتي في جزيرة سقطرة عبر ميليشيا الانتقالي المتمرد التي دفعت مجمعها إلى محاصرة مقر السلطة المحلية في الأرخبيل في سياق متصل كشف قائد شرطة محافظة أرخبيل سقطرة العقيد فائز سالم عن جهود وساطة تبذلها القوات السعودية لإنهاء التصعيد الإماراتي ضد السلطة المحلية في الجزيرة وقال إن وساطة يقودها قائد قوات التحالف في سقطرة لرفع الخيام من أمام المقر الرسمي للسلطة المحلية فيها مؤكدا أنهم في انتظار نتائج الوساطة في ظل استمرار التصعيد نعم وأكد العقيد سالم أن سلطات السقطرة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تصرفات ما يسمى بالمجلس الانتقالي التي تأتي بإسناد من أبوظبي ونصبه خياما أمام مقر ديوان المحافظة أضف أنه تم إقرار الإجراءات لرفع الخيام التي نصبها أتباع الانتقالي مسنودين بمجامع مسلحة ماما مبنى محافظة السقطرة في مدينة حديبو عاصمة المحافظة بينما يترقب اليمنيون توقيع مصودة اتفاق الرياض لإنهاء انقلاب عدن دفعت الإمارات بأدواتها لبدء تمرد جديد في السقطرة وهو ما يهدد بفشل الاتفاق قبل تطبيقه على الأرض بينما يترقب اليمنيون توقيع اتفاق الرياض لإنهاء تمرد ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في العاصمة المؤقتة عدن فجرت أبوظبي تمرد جديد في محافظة إرخبيل سقطرة وهو ما يعد انقلابا إماراتيا على الاتفاق قبل أن يوقع رسميا مجامع مسلحة تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي مزودة بأطقم عسكرية وصلت قبل أشهر من الإمارات هاجمت مبنى المحافظة بمدينة حديبو في محاولة لاقتحامه وقامت تلك المجامع بإغلاق الشوارع الرئيسية ونصب الخيام والاعتداء على المواطنين يأتي كل هذا بعد لقاءة لقيادة الانتقالي مع ممثلين لمؤسسة خليفة الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي وكذا وصول أشخاص من أبناء سقطرة يحملون الجنسية الإماراتية يأتي كل هذا بعد لقاءة لقيادة الانتقالي مع ممثلين لمؤسسة خليفة الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي وكذا وصول أشخاص من أبناء سقطرة يحملون الجنسية الإماراتية عمدوا على تحريض الناس ضد السلطة المحلية والدولة وتوزيع مبالغ مالية وقليل من المساعدات الغذائية كما أن التصعيد الإماراتي جاء بعد قرار المحافظ رمزي محروس الذي قضى بمنع دخول الأجانب إلى سقطرة دون الحصول على تأشير من الجهات الرسمية لإيقاف التدخلات الإماراتية في الجزيرة والسلطة الماضي منعت قوات أمن مطار سقطرة دخول ثمانية أشخاص من الجنسية الهندية وصولا على متن طائرة إماراتية إلى الأرخبيل وتشير المصادر إلى وجود محاولات سابقة لإدخال عناصر أجنبية ومرتزقة على متن طائرة خاصة إماراتية وإنزال شحن مجهول على متن سفينة إماراتية في ميناء سقطرة تحت غطاء العمل الإنساني الأمر الذي ترفضه السلطة المحلية وتعده خرقا للنظام والقانون وانتهاكا للسيادة الوطنية يقول المحافظ في مذكرة رفعها إلى الرئيس هادي أنه وجه قوات الجيش برفع الخيام وفتح الطرقات أمام مبنى قيادة المحافظة وإنهاء المظاهر المسلحة وحماية مؤسسات الدولة بعد أن منح مجاميع الانتقالي مهلة لساعات مطالبا التحالف ويقصد القوات السعودية مساندة للإجراءات التي سيتم اتخاذها لمنع تعطيل مؤسسات الدولة الشرعية مؤكدا في ذات الوقت بعدم السماح إطلاقا لأي عناصر خارجة عن النظام والقانون بالعبث الحكومة بدورها أعلنت دعمها لكل إجراءات سلطات سقطرة رامية للحفاظ على السلم الاجتماعي وأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على مؤسسات الدولة وتفويت الفرصة على أي محاولات لتعكير أجواء الأمن والاستقرار قم محافظ سقطرة رمزي محروس بزيارة تفاقدية لمنطقة غدوه غرب مديرية حديب والتقش بشائخ وأعيان المنطقة نعم ووضع المحافظ حجر أساس لمدرسة محورية تضم جميع المناطق والقرى التابعة لمركز قبهات غرب المديرية وأكد المحافظ حرص رئيس الجمهورية المشير عبد الربو هادي وإلائه محافظة سقطرة اهتماما كبيرا مشيرا إلى أن السلطة المحلية ستعمل على تنفيذ توجيهاته بشأن تفقد المراكز والمناطق وتلمس احتياجاتهم نجهتهم عبر الأهالي عن تمسكهم بالشرعية ووقوفهم إلى جانب القيادة الشرعية ممثلة برئيس عبد الربو منصور هادي وتأييدهم لخطوات المحافظ محروس في تثبيت النظام والقانون وإرساء دعائمه لما فيه مصلحة أرخبيل سقطرة غادر اليوم وفد وادي حضرموت مطار سيئون الدولي متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور حفل توقيع الرياض نعم قالت مصادر محلية طائرة سعودية خاصة أقلت اليوم وفدا من سلطة ومتجعية قبال وادي حضرموت لحضور حفل توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والانتقالي والذي تم تأجيله لأيام الوفد يترأسه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ويضم الشيخ عبد الله صالح الكثيري مستشار رئيسي للجمهورية ورئيس مرجعية قبائل وادي حضرموت والشيخ عوض سالم الجابري والحكم سالم محصن بن نهيد أقل وكيل محافظة حضرموت عصام الكثيرين الوفدة وفي إطار زيارته للسعودية سيتابع عددا من القضايا والمطالبات الخاصة بمدرية ودي حضرموت والصحراء مع رئاسة الوزراء وقيادة التحالف العربية جدد البرلمان العربي موقفه الثابتة والداعمة للشرعية في اليمن في مواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي مشيدا باتفاق الرياض لتوحيد الكلمة وقطع الطريق أمام أعداء اليمن جد ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي دكتور مشعل السلمي السلمي خلال اجتماع البرلمان العربي اليوم في القاهرة بمشاركة وفد اليمن وأكد السلمي موقف البرلمان العربي الداعم لأمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه كما أشاد بالاتفاق الذي رعته المملكة العربية السعودية لتوحيد الكلمة لقطع الطريق أمام أعداء اليمن أدن البرلمان العربي التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية وما تمثله من تهجدات للأمن القومي العربي وأكد السلمي تضامن البرلمان مع المملكة العربية السعودية في مواجهة استهداف منشآتها النفطية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية انسحاب إماراتي منكسر من عدن بعد سنوات من العمل ضد الشرعية في مناطق سيطرتها مزيد من التفاصيل في التقرير التالي أكثر من مرة تعلن الإمارات التي وصفتها بيانات الحكومة الشرعية بالدولة المعادية تعلن انسحاب قواتها من اليمن بينما ما تزال تسيطر قواتها على أجزاء من البلاد ولا يزال مطار عدن والريان في المكلة تحت صغيرتها بينما يتعظم دورها في بلحاف بشبوى والمكلة وفي حور موت وسقطرة وعن المواقف الرسمية لطريقة مغادرة الإمارات لعدن سخر وزير النقل في الحكومة اليمنية صالح الجبواني من الطريقة التي غادرت بها القوات الإماراتية مواقعها في عدن في جنح الظلام حسب وصفه وقال الجبواني كنا نأمل أن نودعهم بمراسم بروتكولية كاملة لكنهم يرحلون وقد انقلبوا على الدولة التي جاءوا من أجل دعمها وسلموا عدن لمجورهم فيما يقول مراقبون إن إعلان الإمارات خروجها من عدن بداية لدور أخطر حيث لم ينتهي بعد آثار التمرد الذي دعمته ومولته حتى بدأت في دعم تمرد آخر في سقطرة من أجل أن تغرق المناطق المحررة في بحر من الفوضى زعمت مغادرة عدن وتحريرها من الشرعية التي جاءت لإنقاذها وعطلت المدينة وميناءها للسراتيجي وأنشأت فيها مليشيات مسلحة تنفذ أعمال الاغتيالات والإرهاب والاختطافات والإخفاء القصري للمواطنين المدنيين وعلى طريقة تقويض المقاومة وإزاحة القاد الحقيقيين لتحرير عدن تمضي الإمارات أيضا في تكرار السيناريو بالسحر الغربي حيث تدعم مليشيات مسلحة في ظل غياب كامل للسلطة الشرعية بيان الإمارات اختتم بزعمها أن قواتها ستواصل حربها على التنظيمات الإرهابية في اليمن مع القوات الشقيقة والصديقة في حين عد مراقبون هذا تأكيدا من الإمارات بأنها ستستمر في دعم التنظيمات الإرهابية بغطاء التحالف بعد كل جرائمها البشعة أفرجت القوات السعودية عن اثنين من موظفي مطار عدن الدولي بعد اعتقالهم لساعة وقالت مصادر عاملة في المطار إن موظفين يعملان في قسم الكهرباء اعتقلتهم القوات السعودية وذلك أثناء عملهم في إصلاح الإنرات بمدرج المطار وأضافت المصادر أن القوات السعودية اعتقلت مهندسي الكهرباء الاثنين واعتدت عليهم لفظيا حيث هددوا بالتصفية الجسدية وتم سحب بطائقهم الخاصة المصادر وشارت إلى أن احتجاز الموظفين استمر حتى فجر اليوم الخميس حيث أفرج عنهم بواساطة مدير المطار مبينة أن الاعتقال جاء بالتوازي مع إقلاع طائرة تابعة للقوات الإماراتية وهبوط أخرى للقوات السعودية وهو ما تسبب في حالة إرباك في المطار قتل وأصيب ثلاثة وعشرون من مسلحي ميليشي الحوث الإنقلابية بنيران الجيش والمقاومة في قطاع الفاخر بقعتبة شمال محافظة الضالع وقلت مصادر أن وحدات من الجيش وأخرى مشاركة من الحزام والقوات الخاصة تمكنت من كسر هجوم لميليشي الحوثي من اتجاه قرية الفاخر نحو مواقع الجيش في حبيل حمان هو الأعنف منذ أشهر فيما صدت وحدات من اللواء الخامس عمالقة هجوما آخر لميليشي الحوثي من اتجاه حبيل العبدي وتمكنت قوات العمالقة من تدمير وإحراق عربة عسكرية بي أم بي وتدمير طقم عسكري ومقتل من كانوا على متنها وذلك في عملية نوعية وأكدت مصادر ميدانية مقتل ستة عشر حوثي بينهم قيادات ميدانية وإصابة سبعة من الميليشي فيما استشهد جنديان من الجيش كشف القيادي في اللواء ثلاثين مدرع العميد عبد رويد عن خسائر فادحة منيت بها ميليشي الحوثي الإنقلابية في هجماتها اليوم بقطاع الفاخر التي امتهت بالانكسار مؤكدا أن الجيش والمقاومة صف واحد في قتال الميليشي وأن أحلامهم بالعودة إلى قعطبة لم ولن تتحقق الساعة العاشرة من هذا اليوم الساعة الواحد وثلاثين من أكتوبر قام العدو بعدة محاولات هجومية الأولى من حبيل الكلب وحبيل العبدي وحاول أن يشل هجوم على قواتنا ولكن تم صده ومطاردته وأن تقل إلى هجوم آخر من اتجاه الفاخر تبت عثمان والآن يتم السيطرة على الموقف وضرب العدو في العمق خسائر الميليشيات خسائر عديدة ونحن نشاهد وهم يحاولوا يقدموا ببعض العطقم لسحب الجثث والجرحة ولكن يتم صدهم ومحاولات الحديثة الآن هم يحاولوا سحب الجثث وفي تعز أحبطت قوات الجيش الوطني هجوما شنته ميليشيا الحوث الانقلابية في الجبات الشمالية لمدينة تعز وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش صدت الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على موقعها في الدفاع الجوي وأضافت أن قوات الجيش كبدت الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد العسكري وأجبرت الميليشيا على التراجع شنى طيران التحالف العربي غارات جوية على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية غرب محافظة الجوف وقالت مصادر عسكرية ليمن شباب أن الغارات استهدفت تجمعا للميليشيا في جبهة حام وأسفرت عن مصرع عدد من العناصر الحوثية وتدمير آليات قتالية تابعة لها أمام عشرات الجنود من لواء خفر السواحل المدرب الممول إماراتيا والتابع لقوات طارق صالح أكد تسلمه جزيرة زقر رسميا قبل حوالي شهرين معلن نيته في نشر قوة خفر السواحل التابعة له على طول امتداد الساحل الغربي من باب المندب وحتى الدريهمي ومدينة الحديدة بعد تحريرها على متن مروحية إماراتية وصل طارق صالح محاطا بمرافقيه ليتسلم جزيرة زقر التابعة لمحافظة الحديدة خلفا للقوات الإماراتية التي غادرت جنودها بشكل كامل خلال اليومين الماضية وفي حين غاب محافظ الحديدة وكل القيادات العسكرية والأمنية التابعة للحكومة الشرعية والمقاومة التهامية ظهر وريث الإمارات في الساحل الغربي وهو يرفع العلم اليمني على طريقة زعيم سياسي يستعد لحكم الدولة التي شارك في إسقاطها إلى جانب الحوثيين قبل خمس سنوات وأمام عشرات الجنود من لواء خفر السواحل المدرب والممول إماراتيا والتابع لقوات طارق صالح خطب الرجل فيهم خطابا تطمينيا اعتاد إلقاءه بشكل مكثف في الآوينة الأخيرة وهو يوسع نطاق سيطرته ويزيح قيادات المقاومة التهامية التي تنتمي لتلك المناطق وتعارض الخضوع لسلطته وأكد طارق تسلمه جزيرة زقر رسميا قبل حوالي شهرين معلنا نيته نشر قوات خفر السواحل التابعة له على طول امتداد الساحل الغربي من باب المندب وحتى الدريهمي ومدينة الحديدة بعد تحريرها وتلك إشارة بأن الرجل يستعد ليكون الحاكم العسكري المطلق هناك بعد رحيل الإمارات وهو الذي لا يعترف بشرعية الرئيس هادي ما يضع مستقبل البلاد أمام قوة تمرد جديدة لا تختلف عن الحوثيين في صنعاء أو المجلس الانتقالي في عدن وكانت زقر الجزيرة المهمة عسكريا والمطلة على خطوط الملاحة الدولية قبالة الحديدة قد شهدت توترا عسكريا قبل ثلاثة أشهر حين وصلت طلائع قوات خفر السواحل التابعة لطارق صالح ما أثار غضب قوات المقاومة التهامية التي كانت تؤمن الجزيرة منذ تحريرها في سبتمبر 2016 لكن أبو ظبي تدخلت حينها وثبتت سيطرة الرجل الذي تثق به وذراعها القوية شمال اليمن بدأت باكستان بإجراء مشاورات غير معلنة بين ميليشي الحوثي الإنقلابية والصعودية بحسب ما ذكرته وكارت سبوتنيك الروسية عن مصدر يمني مع مقل المصدر أن تلك المشاورات لا علاقة لها بمبادرة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للصلح بين الرياض وطهران منظف أن الوسط الباكستاني يلقى قبولا من جميع الأطراف وبحسب الوكالة فإن الوساطة الباكستانية غير المباشرة مستمرة وقد تكون ناجحة باعتبارها المخرج الوحيد للاستقرار في المنطقة نفذ العشرات من مالكي المخابز في صنعاء وقفة احتجاجية على التعصفات التي طالتهم من ميليشي الحوثي الإنقلابية واحتج العشرات من مالكي المخابز أمام مبنى وزارة الصناعة والتجارة الواقعة تحت سيطرة ميليشي الحوثي الإنقلابية بصنعاء ضد قرارات إغلاق نحو خمسين مخبزا بذريعة أنها مخالفة للوزن ورفعت سعر رغيف الخبز ولم تلتزم بشروط والمقاييس المعتمدة وطالب المحتجون الميليشي بتخفيض السعر الدقيق المرتفع وتوفير مدى الديزل بسعر مناسب لكل المخابز لكي تلتزم بالحجم المتفق عليه للرغيف وأغلقت معظم المخابز أبوابها لليوم الثالث على التوالي بعد إغلاق مكتب صناعة الأمانة الخاضع لسيطرة الميليشي الحوثية أكثر من خمسين مخبزا خلال اليومين تواصلوا أو تواصلوا ميليشي الحوثي حملتها لإغلاق عددا من المخابز في صنعاء لذات الذريعة فيما يعتبرها مالكو المخابز حملة جديدة لابتزازهم وفرض إتاوات وغرامات مالية غير قانونية عليهم واصل جرح الحرب في تعز احتجاجاتهم بوقفة أمام مقر المحافظة في شارع جمال بمدينة تعز نددوا فيها بتجاهل معاناتهم نعم ندد المحتجون بصمت وإهمال اللجنة الطبية وقيادة السلطة المحلية والعسكرية لمعاناتهم المستمرة منذ سنوات وناشد الجرح الرئيس هادي النظر في إلى قضيتهم وتوجيه بعلاجهم الفوري والعاجل ووضع حد نهائي لمعاناتهم وفي تعز أيضا اختتم اليوم معرض فصول المأساة في صورة عن قصة التعليم في زمن الحرب شارك في المعرض الذي استمر اليومين مصورون من محافظة تعز وصنعا وعدن ولحج وإب وذمار وسقطرة ومأرب وحضرموت والحديدة لا صوت هنا يعلو على إيقاع الموسيقى في معرض صور تحكي واقع التعليم في اليمن معرض تزامن مع الأسبوع العالمي لمحو الأمية في مجال الإعلام والمعلومات كثير من مدائن الجمال احتشتت اليوم في هذا المعرض في الهواء الطلق لتقدم رسالتها عن ماسات التعليم في زمن الحرب وفي زمن الانكلاب دمار وأحزان أجيال تحكي قصصا مؤلمة وأجيال ظلت ترقب ما حل بمدارسها ننقل معاناة التعليم في مدينة تعز تتحدث الأمم المتحدة عن أكثر من ثلاثة مليون خارق المدارس بسبب الدمار الذي ألحقته ميليشيا الحوثي في المدارس اليوم ننقل هذه المعاناة للأطفال وهم يدرسون بين الركام ونحن سعيدون بإيصال هذه الرسالة إلى العالم ونتمنى أن توقف هذه الحرب وتنتهي هذه المعاناة عشرات القصص وثقتها عدسات مصورين من عشر محافظات يمنية طالت مدارسها حرب ميليشيا الحوثية الانقلابية ميليشيات تسعى لتجهيل الشعب ضمن فعالية الأسبوع العالمي لمحوم الأمم في مكان الإعلام المعلومات منصة هومان وفتعز تدشن المعرض الصور الأول على مستوى الجمهورة اليمنية معرض التعليم مأسات التعليم في صورة واحدة شاركة في المعرض 24 مصورين من عشر مدن يمنية كلهم وقهوا عدساتهم حول معاناة الأطفال حول محوى الأمم في الجمهورة اليمنية احتلت تعزي المساحة الأكبر والصور الأكثر في المعرض كونها أكثر المحافظات تعرضت منشآتها التعليمية للتدمير خلال حرب الحوثيين عليها حاولنا اليوم إيصال معاناة أبناء تعزي من جانب التعليمي وتدهور المنشآت التعليمية حاولنا في هذا المعرض إيصال هذه المعاناة بعد قرابة أربعة أعوام ونصف من الحرب آلاف الطلاب يدرسون تحت ركام الحرب الميليشيات الحوثية دمرت معظم مدارس تعز التي لم تدمرها بقذائفها اتخذتها ثكونات عسكرية وكانت عرضة لضربات الطيران تواصل الميليشيات الإنقلابية تدمير البنية التحتية للتعليم كي يعم الجهل أوساط المجتمع لكن صوراً أظهرت إصرار طلاب على تلقي العلم تحت الأشجار وفوق الركام فصول المأساة في صور جمعت لتحكي واقع التعليم في اليمن عبدالعز الدبحاني من شباب تعز إلى ذلك وصلت اليوم الخميس إلى مدينة تعز لجنة من التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية برئاسة الدكتور حمود العودي قادمة من صنعاء لبحث سبل فتح الطرق في المدينة وفك الحصار نعم وكان في استقبال اللجنة النائب عبدالكريم شيبان رئيس الجانب الحكومي في لجنة التفاوض الخاصة بفتح الطريق بتعز ويقول القائمون على اللجنة إن لديهم التفاوض من قيادة الحوثيين بشأن فتح الطريق إلى مدينة تعز من عقبة منيف أو منيف شرق المدينة يأتي ذلك في ظل حصار تفرضه ميليشي الحوثي الانقلابية على مدينة تعز للعام الخامس على التوالي ويستمر الحصار الحوثي الجائر على التعز بفعل تراخي القيادة الشرعية والتحالف العربي طلة خمسة أعوام بادلت خلالها الشرعية والتحالف مواقف تعز وتضحيتها بالخذل من موقع التماس حيث تنصب الموانع والحواجز بين الناس ومنافعهم ومصالحهم أسجل أجل وأعظم التقدير لتعز ولأبناء تعز على صبرهم وعلى صمودهم وعلى إيمانهم بقضية الوطن وأقول بأن ما يتحملونه هو جزء مما يتحملها الإنسان اليمني في كل مكان لكن حصة المواطن في تعز قد تجاوزت الحدود التي يمكن أن نتصورها لأي منطقة أخرى أربع سنوات من الحصار على معيشة الناس وعلى أرزاقهم وعلى أغراضهم ومعيشتهم وعياتهم ستشكل نقطة سوداء في تاريخ هذا الوطن وفي تاريخ السياسة والسياسيين وعليهم أن يسارعوا لمحو هذه النقطة السوداء بكل الوسائل لأن الشعوب ستصبر لكنها في النهاية ستنتصر والسياسة والسياسيون زائلون عوضت السلطة المحلية بمدينة تعز افتتاح قلعة القاهرة التاريخية بعد إجراء ترميمات لعدد من أقسامها وتأهيل مدخلها أو مدخلها واستهدفت مبادرة كون قدوة ترميم القلعة لكونها أحد الأهم المتنفسات المحدودة في المدينة قمنا مشروعنا بعدد تأهيل المتحف المصغر للقلعة من حيث عادة تأهيل القبة وأيضاً النوافد وأيضاً تنظيف القلعة وأيضاً تنظيف المسبح وتأهيل دورة المياه للنساء وعمل خزاناً اثنين خزانات مياه رفعت شركة صافر للإنتاج والاستكشاف أو الاستكشاف نعم إنتاج النفط الخام الذي يتم تصديره إلى عشرة ألاف برميل يومياً وقال مصدر في الشركة إن رفع الإنتاج يأتي وفق ما هو مخطط له وسط توقعات بأن يتواصل رفع الإنتاج إلى أكثر من خمسة عشر ألف برميل يومياً دون تحديد أو تحديد موعد معلوم نعم يأتي ذا هذا بعد توقف الإنتاج أو توقف الإنتاج النفط دام يومين بسبب تعرض أنبوب النفط الخام في محافظة شبوى للتفجير قبل أن يستأنف يوم أمس بعد إصلاح الأنبوب الذي يضخ عبره النفط إلى ميناء النشيمة وفي منتصف الشهر الجاري استأنفت شركة صافر إنتاج وتصدير النفط الخام بعد نحو خمس سنوات من التوقف بسبب الحرب وبدأت بنقل خمسة ألاف برميل يومياً براً إلى منطقة عياذ بمحافظة شبوى ليتم من هناك أو من هنالك ضخ النفط إلى ميناء النشيمة وقعت الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي مع السفارة الصينية لدى اليمن على منحة قيمتها 100 مليون يوان صيني لدعم تنفيذ مشاريع تنموية ومساعدات إنسانية في اليمن وتأتي المنحة الصينية ضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين على أن يتم لاحقاً الاتفاق على المشاريع التي ستمول من المنحة المالية نعم وخلال التوقيع أكد وزير التخطيط نجيب العواج والسفير الصيني على أهمية استكمال توقيع اتفاقية الشراكة ضمن مشروع الطريق الحرير خاصة أن مذكرة التفاهم قد وقعت في إبريل الماضي لما من شانه تعزيز العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص خصوصاً أن اليمن يتميز بموقع فريداً يؤهله إلى أن يلعب دوراً كبيراً في نجاح مشروع طريق الحرير العالمي وعبر وزير التخطيط الدكتور نجيب العواج عن تقدير الحكومة اليمنية للصين المساندة تنموياً لليمن منذ سنوات طويلة خاصة في مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة والتعليم والصحة وتعزيز التبادل التجاري وفرص الاستثمار في مختلف القطاعات لليمن ختم المشروع وهذا تذكير بأهم العنوين تاجيل التوقيع على اتفاق الرياض على خلفية التصعيد في سقطرة من قبل مولين للانتقالي والإمارات الجيش الوطني ينتشر في مدينة أحور بمحافظة أبيان ومصرع وإصابة 23 حوثياً في معارك شمال الضالة لجنة مدنية من صنعات تصل تعز لبحث تخفيف الحصار والرئاسة والسحالف يواصلان للعام الخامس خذلان أكبر محافظة ثاندة الشرعية ختاماً دمتم وادام اليمن بألف خير إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة